حاجة مهمة اول انت بتضرب الكلب لازم تبقى فاهم المفاتيح اللي تخلي الكلب يبدل مركز معاك وحابب ان هو يسمع كلامك ودايما شايف ان انت الماستر بتاعهم اول حاجة ان انت ما ينفعش تكون بتضرب الكلب لانه هو ما يعملش حاجة معينة وتيجيه في وقت تاني تروح انت مغير تدريبك لي ده وطالب من ان هو يعمل حاجة دي يعني بمتها البساطة انا طالب من الكلب ان هو ما يقطعش الشوز بتاعي فما جيش انا في مرة روح ملعبه بشوز طالب من الكلب ان هو ما يقطعش الهدوم فما يجيش في مرة ألعبه بهدوم وقول ان هي مثلا ده تي شيرت قديم مش هيفرق معي في حاجة هو الكلب مش هعرف يفرق اذا كان تي شيرت ده قديم ولا تي شيرت ده انت بتستخدمه وهيوصل لحالة من الارتباك مش فهم ايه المسموح اللي هو يعملو ايه اللي هو ما يعملوش في لعبة مهمة اوي انت بتلعبها مع الكلب اسمها لعبة مين يزهي الاول لو كلبك زهي الاول منك انت كده عرف ان انت سيطرت عليه لو انت اللي زهيقت الاول انت كده علمت الكلب الصبر على اي حاجة غلط هو بيعملها يعني انا لو عندي كلب مثلا بيشدني وانا ماشي لو الكلب جي شدني فانا روح تواقف ممشتش هو فهم ان انا المفروض لما يجي شدني انا هقف ومش همشي فبالتالي هو مش هيمشي فهو مش عايز ده يحصل لو انت مكملتش في ده وانت اللي زهيقت قبل ما الكلب يزهق فانت كده بتعلمه ان هو يزبر ويكمل شد وان انت مهما هتوقف في النهاية هو اللي هينتصر ايه سيطرت الكلام ده على كل حاجة في معاملتك مع الكلب لما تيجي اتدرب الكلب بتريتس دايما خلي التريتس متنوعة دايما خلي التريتس متقطعة حيطة صغيرة خالص علشان الكلب يأكلها بسرعة وميفصلش ويفضل مركز معاك ويفضل لان هو مش عارف النوع اللي جاي هيبقى طعم وايه ولا شكله ايه هو عارف ان انت معاك حاجات كتيرة وكل مرة بتطلع له حاجة مختلفة عن الحاجات اللي قبلها